أريد أن يكون هناك محاولة لتعبير في برافدا هكذا علق السانتر جون مكين ساخرا على السياسات الروسية المقيدة لحرية التعبير والصحافة في مقابلة مع جيك تابر عبر CNN وذلك بعد يوم واحد من المقال الذي انتقد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن السياسة الأمريكية عبر نيويورك تايمز تعليق استفزل برافدا كبرى الصحف الروسية فجاء الرد سريعا على لسان محرر النسخة الإنجليزية منها ديمتري سوداكوف على الشكل التالي لطالما كان السيد مكين سياسيا معاديا للسياسة الروسية ولطالما انتقدناه على مواقفه إزاء روسيا والسياسات الدولية لكن يسعدنا أن ننشر مقالا بقلم مثل هذا السياسي العريق إنني على قناعة أننا لن نوافق على الكثير مما سيريده في المقال الذي سينشر بالإنجليزية ثم يترجم إلى الروسية ليطلع عليه قراءنا الروس الكثير من القضايا سيتناولها مكين في المقال المقرر أن يسلمه إلى البرافدا بحلول الأربعاء المقبل قضايا تبدأ من الديمقراطية وحقوق الإنسان في روسيا ولا تنتهي عند مساعدتها النظام السوري الذي قتل نحو مائة ألف من مواطنيه على حد تعبير براين رودجرز المسؤول الإعلامي في مكتب مكين إنها صفحة جديدة من الحرب الباردة بين الدب الروسي والعمسام بنسخة القرن الحادي والعشرين